خليني آجي مش بس لبطرس حتى التلاميذ تلاميذ يسوع المسيح مكتوب عندما تكلم المسيح عن موته مكتوب فحازنوا جدا موضوع الصلب نو 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 مش لقلك يا رب يسوع فحازنوا جدا في بشارة متى إصحاح 17 والأغرب داك تسمع هو مش بس المسلم بيتشكك حتى اللي كان مع المسيح التلاميذ مكتوب حتى بعد القيامة ولكن بعضهم شكوا لأنه شاف المسيح على الصليب وشافوه مقام من الأموات يعني الدنيا أو الموضوع مش ظابط معهم في بشارة مزقص صحاح 16 مكتوب ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذي نظروه قد قام يعني هذا طبعا تصديق لفكرة الصلب ولكن كونه نحي أمامهم ما زال الأمر يعني مش مش عالق مش ظابط في أذهانهم كانوا بيحتاجوا إلى عملية فتح الذهن كما مكتوب في لوقة 24 فتح أذهانهم ليفهموا الكتب أما كان ينبغي أن يتألم المسيح ويدخل مجده فاتكلم عن هذا الموضوع وفهم التلاميذ شيء آخر تلميذي عمواس كانوا تلاميذ المسيح على الأرجح من السبعين مش من الاطنعش وفي بشارة لوقة أصحاح 24 الرب يسوع هني تركوا أرشالين بعد حتى ما سمعوا من النساء أنه المسيح ظهر ظهر للنسوة ورجعوا إلى منطقة عمواس يعني حوالي 11 كيلو متر مسافة قالوا ليسوع اللي كان بيمشي معاهم يعني ظهر لهم ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل كانوا فكرة الصليب خلاص يعني انتهت كل شيء شخصية عظيمة جدا ما تشهيد هيك يعني في نظرهم ما تشهيد وكمان عم بيحكوا ليسوع اللي ظهر لهم يعني ومع هذا بعض النساء حيرنا يعني قالوا أنه شفوه أنه حي فبدل ما يرجعوا كان عندهم حزن وكآبة وكأنه كل شيء انتهى في حياتهم شخصية أخرى وعلى فكرة هذه واحدة كل اللي أنا بتكلمه هي دلاء العظيمة جدا على صلب يسوع المسيح خلينا أتكلم عن شخصية تومة تومة كان واحد من التلاميذ من التلاميذ الاثنية عشر كان شخص عقلاني يعني لازم إذا ما بيشوف الإش بعينه مش ترايح يصدق وإحنا منحترم شخصيات اللي إحنا منقول دائما مبنية على فاكتس على حقائق ولكن في حقيقة أخرى أنه الإيمان أو المنطق هو على طبق الإيمان المفروض يكون لأنه يسند موضوع الإيمان فالإيمان ليس شيء أعمى بل هو دليل بعمل وبرهان الروح القدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر